فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وإذا كان مخالفتهم أو كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة نعم هذه فائدة عظيمة وهو أن علامات ظهور الإسلام مخالفة أعداء الإسلام ودل بالمفهوم على أن موافقة أعداء الإسلام أنه نقص في ظهور الإسلام فإذا أراد المسلمون أن يظهر دينهم وأن تعلو كلمة الله فليخالف أعداء الله في عباداتهم وفي عاداتهم الخاصة بهم حتى يكون للمسلمين تميز وانفراد بشخصيتهم ولا يذوبون مع الأديان الأخرى أو مع الملل الأخرى